وفي هذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا في استيديو الأخبار سعادة الأستاذة إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى مرحبا بك معنا اليوم في هذه النشرة وبداية نود أن نعرف كيف تطور العمل الديمقراطي مع مسيرة الإصلاح الكبيرة الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حتى أصبح المجتمع الدولي يشيد بالتجربة الديمقراطية والممارسات الديمقراطية لمملكة البحرين أولا نشكركم على هذه الاصطلافة مساكم الله بالخير ونمسي على جميع المشاهدين بكل الخير ونرفع إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الديمقراطية اللي بسبب توجيهاته وقيادته الرشيدة صرنا نعيشها في أزهى مراحلها في مملكة البحرين الديمقراطية ما هي بحديثة على مملكة البحرين الديمقراطية كانت موجودة بملامحها كانت واضحة منذ بداية تأسيس البحرين فتم تأسيس مجلس الشورى في عهد المغفور له بإذن الله تعالى شيخ عيسى بن علي رحمة الله عليه وبعده تم تأسيس المجلس الوطني في السبعينات في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة ومع التحديث ومع انطلاقة الميثاق للعمل الوطني هنا صارت بداية جديدة في المسيرات الديمقراطية بفضل جلالة الملك الله يحفظه صارت في عقب انطلاقة طبعاً للميثاق صار في تأسيس للمجلس الوطني بغرفتين مجلس الشورى وهو المجلس المعين ومجلس النواب المنتخب بحرية مطلقة شعبية وبذلك صار العمل التشريعي الرقابي في مملكة البحرين بمنهجية قانونية قوية رصينة واعتمدة دولياً وأثبت نجاحها دولياً أيضاً على مدى هذه السنوات أستاذ إجلال التي تحدثت عنها في مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين كان هناك ميزة للديمقراطية في مملكة البحرين من خلال إشراك كافة فئة المجتمع والعناية أيضاً بتمكين المرأة في المشاركة السياسية وأيضاً تمكين الشباب شعار هذا العام جاء تحت شعار تمكين الجيل المقبل وهم الشباب كيف تقيم كمشرعة بحرينية في مجلس الشورى مشاركة الشباب في مملكة البحرين في العمل الديمقراطي؟ نعم لما نتكلم عن الشباب نتكلم تقريباً عن نصف المجتمع البحرين تقريباً 52% شباب ومن البديهي الاستثمار في هذه الفئة على جميع المستويات وطبعاً العمل السياسي هذه من الأشياء اللي نولي اهتمام أن نصنع جيل واعي سياسياً واعي بحقوقه بواجباته الوطنية ونستطيع نشوف نسبة المشاركات في مراحل الانتخابات اللي قامت من بدايتها إلى الفصل التشريعي السادس نشوف كل مرة في زيادة واضحة في نسبة المشاركة ولما نتكلم عن نصف المجتمع الشباب معناته أن مستوى الوعي قاعد يزيد كل مرة كل مرحلة انتخابية قاعدين نحن نخوض فيها نشوف الشباب واعي عارف حقوقه عارف واجبه السياسي والوطني واللي هو يخليه يشارك في الانتخابات كل مرة وبعد في نقطة أن الشباب إذا فعلا نبغي هم يكونون على وعي سياسي كبير لازم نشوف نشأتهم النشأة جدا مهمة ما نروح حق الشاب في المراحل المتقدمة لا لازم نشوف مراحل الدراسية منذ الطفولة من البيت ثم المدرسة يقولنا الحديث عن البرامج التي تترافق مع هذه الحياة الديمقراطية هناك برامج خاصة موجهة للشباب من عديد من المؤسسة وأيضا في مجلس النواب ومجلس الشباب هناك برامج خاصة موجهة للشباب من أجل جذبهم وتحفيزهم على المشاركة السياسية أيضا صحيح هذا صحيح وفي مؤسسات كثيرة في الدولة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمن ولي العهد رئيس الوزراء دائما يحفز الابتكار يحفز تطوير القدرات الشبابية ويوليهم اهتمام كبير جدا وفي أحد اجتماعات اللجنة التنسيقية وجه بضرورة تطوير التعليم وتأهيل المعلمين لغرس قيم ومبادئ المواطنة والوطنية والواجبات الوطنية وطبعا نشيد بمؤسسات الأخرى عندنا وزارة للشباب بتاعنا بالشباب بقيادة وزيرة شابة عندنا معهد التنمية السياسية والبرامج اللي يقوم فيها جبارة في سبيل زيادة وعي الشباب خصوصا يعني الجمعيات الشبابية في جمعيات تقوم بدور مبهر الصراحة وإحنا أيوننا بعض من هذا المشاركين في البرامج السياسية ويثلج الصدر الطموح السياسي بداخلهم ويبغون عن قرب يشوفون بالضبط أيش العمل السياسي اللي نقوم به وكيف مراحل التشريع والقوانين كيف تصدر وغيره فبتضافر كل هذه الجهود إن شاء الله راح نوصل حق جيل واعي سياسيا وقادر بإذن الله إنه يسير على نفس الخطأ التنموية نعم الأستاذة جلال بوبشيت عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا على توجدك معنا اليوم شكرا جزيلا لك شكرا لخضورك